اشتركوا في القناة توجيه الدعوة ل5000 ملف 5000 دي اول مرة يتم توجيه الدعوة للعدد ده في تاريخ السحبات كلها مش بس السنة دي لا في تاريخ كل السحبات 5000 شخص طبيعي لما بزيد عدد الاشخاص اللي بيتم توجيه الدعوة ليهم اللي بيحصل الاسكور بينزل كل ما يقل للعدد كل ما يزيد الاسكور وهكذا كل ما يزيد العدد كل ما يقل للاسكور لو تفتكروا اخر مرة من اسبوعين اللي هو كان يومي كان يوم 5 نوفمبر تم دعوة وقتها 4500 وكان ده اول سحب بعد التعديلات الفرنسية ووقتها الاسكور كان 478 النهاردة الاسكور نزل الى 472 نزلة حلوة محترمة انا شخصيا توقعت ان الارقام تزيد يعني تفضل فوق الـ 475 بس طبعا بما انه بزيد العدد الناس اللي بيتم دعوتهم بدون شك لازم الارقام تنزلوا لو المرة الجاية كمان وجهوا الدعوة الخمس تلاف اعتقد هتنزل الامور لأكتر هتنزل السكور يعني لأكتر الأقل من الـ 470 فخللنا نشوف يحصليه خلال شهر وشوية اللي بقيين في سنة 2020 الطبيعي ان هما قدامهم سحبتين السنة دي لغاية لما الكريسمس يعني فهو معرفش حال هيكملوا فعلا ولا ولا هيتوقفوا خلاص الحكاية دي تبقى دي اخر حاجة السنة دي مش عارف ما فيش حاجة بتدل على اي حاجة يعني لكن ليه بقول كده لان هما حتى الان وجهوا الدعوة في سنة 2020 برغم كورونا برغم كل اللي احنا في ده تم توجيه الدعوة لـ 92,350 ملف او شخص ده رقم قياسي برضو ما حصلش قبل كده في تاريخ الخمس سنوات اللي فاتوا هما بدأوا من 2015 خمسة ولا ست سنواته ما حصلش ان هما في سنة واحدة تم توجيه الدعوة للعدد الكبير ده اكتر حاجة وصولها قبل كده كان 89,800 وشوية 89,800 كان عام 2018 سنة دي تجاوزنا 90,000 92,350 ملف ولسه بجينا سحبتين معتمدتين فهل هيتم فعلا ولا ولا يتوقفوا الله هو اعلم هل هيوصلوا الـ 100,000 في السنة دي طبعا احنا نتكلم عدد الملفات لانه كل ملف ممكن يحتوي على اكتر من شخص لو حطينا في المعدل لكل ملف ثلاثة اشخاص بلاش اقول اربعة ثلاثة اشخاص فاحنا متكلم تقريبا كل سنة بيكون عدد اللي بيتم توجيه الدعوات ليهم تقريبا كاشخاص متكلم على من 270-300 ألف شخص يا ترى كام عدد الناس من الناس اللي بتجيه لهم الدعوات دي كام فعلا كام واحد فعلا بيقدم مفيش انا مجردش احصائية بتقول الكلام ده اتمنى انه لو حد عنده معلومة بخصوص حجزة كده انه في احصائية بتقول لك والله احنا وجهنا الدعوة مثلا في سنة 2019 السنة اللي فاتت وجهنا الدعوة لـ 85,300 كام واحد منهم جدم فعلا الله اعلم انا معرفش كام واحد من اللي قدموا دولي تم قبول ملفاتهم وحصلوا فعلا على التأشيرة برضو الله اعلم وكام واحد من اللي حصلوا على التأشيرة دولي وصلوا كندا فعلا طبعا الناس مش لازم توصل على طول بس انت على المفروض خلال ستة شهور تكون وصلت من حصولك ستة شهور سنة بالكتير وتكون وصلت الى كندا ما فيش ارقام بتقول المعلومات دي من الطبيعي انه مش كل اللي بتجيه لهم دعوات بيقدموا انا بيجيني اسئلة من الناس والله انا جات لي الدعوة بس انا عندي حطيت معلومات مش دقيقة هنا مش صح هنا هيعملوا في ملف في وقتها بل صحهم دائما اي حد بيكون عنده معلومة غلط انه ما تقدمش فاترى كام واحد زي الاشخاص دولي بيكلموني كتير اعتقد انه كتير وللأسف دولي بيضيعوا الفرصة على اشخاص ارقامهم حقيقية بس اقل من 470 اقل من 460 لكن لأسف بما انه في ناس بتحط اي معلوماته خلاص فالرقام بتزيد على الفاضي ليه انا بقول كده لو نشوف الناس اللي دخلوا كندا عن طريق برنامج بتكلم بس الكسبرس انتري انا مش فاكر على الرقم بالظبط لكنه كان اقل من 100 الف ونفس الكلام في 2018 كان تقريبا اقل من 100 الف فانت لما بتكلم على تلت العدد من اللي بيجيلهم الدعوات انا اعتقد انه تقريبا تلت العدد بتكلم على 30% من اللي بيجيلهم الدعوات بتكون ملفاتهم صحيحة تخيلوا معايا انه التلتين دولي اللي ملفاتهم ما بتكونش يا اما معلوماتهم ما بتكونش دقيقة يا اما ان هو فاكر انه هو معلوماته صحيحة فبيقدم لكنه وزارة الهجرة ما بتقبلش المعلومات دي لو دولي امتنعوا من البداية عن هم يفتحوا ملفات تخيلوا معايا لارقامها تكون كام والسكور هينزل لكام ده 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 ضرر اللي بيعملوا الشخص اللي بيفتح ملف بدون ما تكون معلوماته دقيقة بيضر غيره لأنه ما بتمش دعوة الناس دي وبيتستهلك وقت اللي هم الموظفين في وزارة الهجرة على ملفات غير حقيقية ودعوات لأشخاص معلوماتهم غير دقيقة للأسف فالمهم أتمنى أنه في يوم الأيام تطلعيننا إحصائية تقوليننا والله الأرقام كذا ما علينا المهم النهاردة مبروك الخمس تلاف خمس تلاف ملف نتمنى أنهم إن شاء الله كلهم يقدروا يقدموا وأتمنى أنهم كمان كلهم يحصلوا على التأشيرة إن شاء الله نشوف ال469 قبل ما تنتهي السنة نقول يا رب إن شاء الله في السحبتين الجايين إذا فعلا عملوها تنزل الأرقام ولي أنا بقول كذا لأنه لما بنشوف الأرقام عرض الأشخاص اللي موجودين في البول بالسكورات الجدول قدامكم ده كان يوم 16 لو أنتم نحظين يعني من يومين كان عنا خمس تلاف مية وطناشرة شخص فوق الاربعمية وسبعين طبعا في اليومين دولي ممكن يكون نضاف مجموعة من الناس ما أظنش عددهم هيكون كبير لكنه أنت بتتكلم على هما سحبوا خمس تلاف من دي تم دعوة خمس تلاف منهم فالباقي جليل الباقي جليل المفروض أنه لسبوع الجاي بعد سبوعين يعني هل 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 تتراكم والناس تاخد سكورات أعلى في الفترة دي بحيث أن هو برضو يفضل ربعمية وسبعين المرة الجاية أو ربعمية وسبعين وسبعين وفوق الجواز الكندي عبر برنامج الهجرة السريعة إلى الكندا ممكن تمشي عليهم بخطوة بخطوة تشوف كده المكتوب هناك إذا في فيديوهات تشوفها بحيث أنك أنت تقدر حتى تقدم على بدون ما تحتاج أي مكتب استشاري أو أي حد المعلومات قدامك واضحة بس تمشي عليهم خطوة بخطوة تحتاج منك مجهود وتعب الناس اللي مش عايزة تتعب وعايزة يلا يلا بس هاتلي خد الجواز وديني التأشيرة الفيديوهات دي مش ليهم أبدا هم دول يدوروا على الناس اللي بقولهم تعالوا هاتوا فلوس وحنا هنجيب لكم التأشيرة وخليهم يضيعوا فلوسهم بالطريقة دي وفي الآخر مش هيخدوا التأشيرة في الغالب فربونا يعيني الجميع مبروك مرة تانية للخمس تلاف إن شاء الله الفيديو الجاي بتاعي انتظروه أنا شغال عليه بقالي فترة اللي هو إزاي نقدر نحسب بالCRS أو نقاط الـ Express Entry بعد التعديلات اللي عملوها على اللغة الفرنسية تنتظروا الفيديو دا قريبا ما تنسونيش من دعمكم المستمر شير لايك سبسكرايب تفعيل الجرس عشان توصلكم تنبيهات أول بأول دعواتكم أهم حاجة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر